اشتركوا في القناة درجة حرارة عالية كما أسبق وذكرنا نشاهد درجة حرارة حالية على غلبية سواحل وسطى الداخلية حتى الولايات السحراوية طيلة هذا الشهر شهر جويل يبقى الاستقرار الجوي كما أسبق وذكرنا الصفاء على العموم سيكون في الموعد على غلبية الولايات الساحلية الداخلية بعد السحب الكثيفة سترنشى تدريجيا بعد الظاهرة على غلبية المدن الداخلية ليعم الصفاء زوبة عرمية تبقى نشيطة نقول المستعملة لطرقات الحيطة والحذر على بشار على عنح صالح وورقلة كذلك درجة حرارة نشاء الله كما أسبق وذكرنا سخانة في الموعد درجة حرارة عالية خاصة بعض الظاهرة الرطوبة كذلك ستكون عالية نوعا ما خاصة عالوية الداخلية ولاية الهضابة العليا 26 درجة حتى 32 درجة مئوية بعض الظاهرة على جزائر بومرداستيبازا زيرالدا كذلك درجة حرارة عالية على تلمسان على منطقة الغزوات نسل جنو مقيا 37 درجة مئوية سخانة ستكون عالوية الهضابة العليا مقارنة بأيام الفيتن سجد حتى مقيا 37 درجة مئوية على صطيف باتنا خنش لأريس عينة زلعين أرنت رسل واد سخانة تبقى في الموعد كما لاحظوا على غلبية الولايات الصحرية كتلة هواء السخنة ستكون متمركزة خاصة بوسط الصحرية على الدرار تمرس هنا سجد درجة حرارة قياسية تلحق حتى 48 درجة مئوية تحت الظل و45 درجة على أقصى الجنوب البحر إن شاء الله مشاهدين الكرام لنهار اليوم مع الصباح سيكون مضطرب لكن بعض الظاهرة عن عموم سيرجع شباب جميل على أغلبية السواحل الشرقية الغربية هنا بعض الظاهرة سوعة الرياح ستراوح من 20 حتى 15 كيلومتر في الساعة السواحل الشرقية الوسطى حتى سواحلنا الغربية إتجاهات الرياح كما نلاحظوا مختلفة من شمالية غربية إلى شمالية تماما على سواحل تنسدل مشاهدين لهذا نحقنا ختام موعد نشرتكم جوزان نهار اليوم نختموها كالعذاب موعدكم الفلكي لغروب الشمس إذا الغروب إن شاء الله سيكونها الساعة الثامنة واحدة شخصة خمس ساعا ما بخاني غير قولكم أكيد بقيتم تبع الشيقة مع بقية برامشكم على قناتكم قناة وطنية تيفي بقاولة خط هلا فرحة لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر